هذا الملف ينضم إلي المحامي أحمد رسلان الخبير في الشؤون القانونية مساء الخير أستاذ أحمد بداية كيف تنظر من الناحية القانونية أيضاً لهذه التطورات الحاصلة في هذه القضية على وجه الخصوص مساء الخير أستاذ إشبار بكير جميع المشاهدين أنا بداية أريد أن نوره بأن الهدم السابق بما يقص مباني عائلة أبو عيش أنا ما كنت أعرفني عملياً أنا استلمت الخضية بعد الهدم السابق فأنا عينت كل القضايا التي كانت هناك وبالنهاي عندما شفت أنه عملياً كل الملفات القضائية لتابعتها عائلة أبو عيش تمام المحادي وعدم توصولت على أي فرار ليحفي البيوت حتى لو كان هذا التوجه الضالب من الدولة ولكن هناك وجد اختلاف بينما كانت السابق وما كانت اليوم يعني إذا كان الهدم السابق كانت جرات أنه عائلة أبو عيش يعني لم تفلح مع المحامي التي إلها أمام الفضلات ممكن يعني أي إنسان عادي أن يتفهم ويقول أوكي كان للك تشادس كان للك فرصة لعائلة أبو عيش أن توصل أمام المحكمة الأولى والتالي السلوح والمركزي والحديان وطالما إنهم يحصلوا على أمر يجيز مثل هذه المباني لكن اليوم ما حصل هو خطير أستاذ زعيفة يعني الكل يتكلم عن التعديلات والإصلاحات القضائية بأن الرقابة القضائية أصبحت على ما يسمى السلطات الإدارية الوزرية أو أي قرار إداري وزاري هذه الرقابة القضائية أصبحت كشة ما رأيناهم اليوم أستاذ عفاف يوم أعيننا يعني قد صدرت اليوم يعني السلطة أين عن باغتت عائلة أبو عيش صباحا ولكنني أستاذ عفاف كنت في المرساة أنا فورا استصدرت قرار يمنع تنفيذ أو يمنع تنفيذ الهدف فكانت محكمة الصلح في عكا قد أصدرت اليوم صبراحا قرارا قضائيا يعني هو نافذ على ما يسمى القرار الإداري الهدم وهذا القرار النافذ القضائي سلم إلى رئيس الوحدة المنججة للشرطة مع كامل الهيئات التمكينية لدائرة رضي وهنا تكمن الخطورة إن صح التعبير يعني في هذا الملف والمشاهد التي نراها على الشاشة فعليا مأساوية نرى الأطفال والنساء في العراء أستاذ أحمد إلى أين الوجهة الآن؟ ما هي الخطوات التي بالإمكان بإخاذها؟ تعيني أكبر بلقيقة لو سمحت بإجازة صدرت القرار الصدق اليوم طلائيا وكان على السلطة على الدولة على الشركة أن تحترم هذا القرار قرار إداري يمنع الهدف ويجمد تنفيذ الهدف ما قامت به هذه الدولة هو الالتفاف على هذا القرار إداري على قمار ست ساعات ومن هذه التخبطات فيهم ما فيهموش قرأوا عبري ما قرأوا عبري استشهدوا بإشهادات محللين قانونيين من طرفهم أدى بالنهاية إلى استقراض عملية العبد والخراب الذي قاموا به في هذه الأرض ولذلك يعني بعد أن انصرفوا يعني واحترموا بالنهاية احترموا القرار القضائي وانصرفوا عن الأرض عادت عائلة أبو عاء أبو عيش تلملم جراحها يعني وتعيد بناء ما خرمته الدولة والسلطات أستاذ عفا قضية الخطورة قضية عائلة أبو عيش ليس قضية شخصية هي تمثل كل العكيين في مدينة عكة لحماية أصوارها هي من عالم وجودي أنا وأنت وكل العرب كهذه الدولة لوجودنا نكون أو لا نكون فلذلك عندما هذه الدولة تدعي بأنها نافذة لموجه بالقانون عليها احترام القانون والقضاء ولكن عندما يصدر قرار قضائي بحق عائلة أبو عيش لا يتماشى مع الزهراني إن للسلطة هذه الموجودة فيها فما تقوم هذه الدولة أو هذه السلطات تؤثر لك اسم الدولة ألا تحترم القانون المؤتمن عليه وتعيث بالأرض يعني بالإمكان القول ربما تهجير جديد ومأساة جديدة بطريقة التفافية أو من خلال استغلال القانون سنتابع كافة التطورات أيضا في هذا الملف جزيل الشكر لك المحامي الأستاذ أحمد رسلان على هذه الإحاطة والتفاصيل القانونية حول هذه القضية ترجمة نانسي قنقر